كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار شهر مايو الماضي وشملت جهود اللجنة الطبية العليا للاستجابة لنحو 1028 حالة تم رصدها كما تضمن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات بإصدار 213 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة فضلا عن توفير الإجراءات الطبية لنحو 116 حالة للعلاج بالجاما نايف والسيبر نايف إلى جانب إصدار 27 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخعة